من ناحية التيار الصدري جاهز جاهز للدخول للانتخابات في أي وقت لأن هناك لديه قاعدة جماهيرية ثابتة هناك لديه رؤية هناك لديه ماكنة انتخابية لديه بيانات كاملة مشروع البنيان المرصوص الذي أسسه في وقتها قبيل الانتخابات كان هذه خارطة بيانات لجميع اتباع التيار الصدري أماكنهم تواجدهم حتى توزيعهم على القطاعات وبالتالي أعتقد موضوع الوقت لا يهتم به التيار الصدري لكن هل هو سيشارك لأن هذه مجالس المحافظات مجالس المحافظات هي بمعنى تهيئة لقاعدة ضمن الانتخابات البرلمانية عدم مشاركة التيار الصدري أكيد سوف تستفرد الكتل السياسية الأخرى التي اليوم مصر على أجراء الانتخابات في هذا الوقت من أجل إعادة التوازن وإعادة سطوتها على المحافظات التي فقدتها لفترة من الفترات حتى في بعض الأحيان قد تم توزيع المحافظات فيما بين هذه الكتل السياسية فيما بينهم على الورق لذلك عدم اشتراك التيار الصدري أكيد سوف يسبب خللا كبيرا في العملية السياسية أولا تشهد الساحة العراقية استقرارا في ظل عدم اشتراك التيار الصدري في الانتخابات